سبا خير مرة تانية على كل اللي بيتابعونا بنبدأ معاكو كالعادة بفكرة الصحافة ومتابع الأهم معنوين الأخبار النهاردة في 30 مارس 2012 معينا أستاذ طارق صلاح الصحفي بيوم المصري اليوم سبا خير أهلا بيك الأخبار موجودة معينا النهاردة من الأهرام الصفحة الأولى لجان نوعية تضم جميع الخبرات الوطنية لمعونة تأسيسية الدستور الأهرام البرلمان يبدأ إجراءات سحب الثقوة من الجنزوري المصري اليوم الإخوان تبدأ خلع الجنزوري وتهدد بالشارع المصري اليوم منعطف خطر بين العسكري والإخوان الشروع الصفحة الأولى زكريا عز ميلان أعود للسياسة ومركزي المرموك والفخامة سبب اتهامي ظلما الشروع السجن المشدد 8 سنوات للسليمان و5 سنوات لصهر مبارك المصري اليوم الكمة العربية تفتتح أعمالها وانفجاران يهزدان بغداد المصري اليوم الصفحة الثالثة الغنوشي انتصارنا للدولة الديموقراطية المسلمة بعدم وضع الشريعة في الدستور دي أهم الأخبار اللي موجودة النهاردة في الصحف بس قبل ما نتابع مع بعض الأخبار ونحاول نفسرها هنروح نشوف بابس من الشارع ورأي الناس في أهم خبر لفت نظرهم الفترة اللي فات نشوف البابس نرجع نبتدي أخبار أنا أكتر خبر لفت نظري أن عندنا عجز في البنزيم والسولر والمفروض الحاجة دي تبقى متوفرة لحماية الشغل بتاعنا وحياتنا العملية واليومية أكتر خبر لفت نظري الدكتور حزم واسمعين الشخصية المختلفة اللي طلعت لوالدته اللي جنسية أمريكية فكي بالتالي مش هينفع يرشح نفسه لأنه كده فقط جزء من الشروط المتوفرة في الترشح الفياسي والله أكتر خبر لفت نظري أو رأي الناس كلها يعني أنهم عايزين نسحبوا ثقة من حكومة جنزوري وأكتر خبر لفت نظري احتسام ألترس أهلاوي قدام مجلس الشعب وأنا شاف أنهم اليوم حقف كده لأن القرارات اللي أصدرها على اتحاد الكرة قرارات غير عادلة أنا في أخبار كتير لفت نظري بس يمكن أكتر خبر منهم أزمة البنزين والصلار اللي موجودة ديت الإخوان عايزين يغير الدستور بأي طريقة ما ينفعش يعني ده إحدى اللي انتخبناه هم هالمفروض يشورونا يأخذوا رأينا شعنا الشعب برضو تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور نكامل معاكم بنبدأ بأهم الأخبار اللي موجودة في صحف النهاردة ووضح جدا أستاذ طارق صراحة صحفي المصري دي يوم واضح أن البابس يعني كل الناس في الشارع تشغلت بموضوعين تأسيسية الدستور تأسيسية الدستور سولار وأزمة البنزين وفيه برضو موضوع تاني نتكلم عنه يعني اللي هو سحب ثقة من حكومة دكتور جنزولي ده برضو خبر بيهم ناس كتير جدا يعني صحيح أول خبر كان من الأهرام اللي جاء النوعية تضم جميع الخبرات الوطنية لمعاونة تأسيسية الدستور بصراحة الخبر ده يعني أنا شاف أنه حاجة مريحة للإساسيين وللشعب مصر عموما بعد الاتفاق اللي تم بين المجلس العسكري وعدد من القوى السياسية والأحزاب البرلمان واختياره ولجنة أسسية نصفها من داخل البرلمان ونصفها من خارج البرلمان ده ما أصر حفيزة كثير من السياسين واتهموا الإخوان تحديدا والسلفين بأنهم يحاولوا يسيطروا على اللجنة أسسية فالمجلس العسكري تدخل مشكورا بعلاقة ودية ما بينه بين الأحزاب والقوى السياسية واتفقوا على تكوين يعني شبه رجال نوعية أو لجنة تضم كثير من السياسين لمعاونة اللجنة الأساسية الأصدية التي كونها البرلمان في وضع دستور ببقى رأيها أعتقد استشاري بس مهم جدا أن يكون مموسلة بكثير من أعضاء أساسيين في الآخر لا مش أساسيين لجنة بتقدم مشهورة بتقدم الرأي بتقدم التحليل كلها رأي استشاري لكن في نهاية اللجنة المكلفة من قبل البرلمان بوضع الدستور هي صاحبة السيادة في هذا الأمر وصاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الأمر لكن هو أمر محمود يشكر عليه المجلس الأعلى لقوات المسلحة وأتمنى من القوى التي وافقت على هذا الأمر أن تقدم ما لديها من خبرات وأن تعمل بشكل فيه انصهار في بوطاقة العمل الدستوري سمعنا أكتر من مرة الأسبوع اللي فات من عدد من الأعضاء لجنة تأسيسات الدستور بيقولوا أن هما منسحبين من اللجنة في نفس الوقت اللي بيأكد فيه رؤيس اللجنة أنه الانصحاب ده ما تمش بشكل رسمي هو ده حقيقي الكلام ده حقيقي انصحب ما تقريبا عشرين عضو من اللجنة التأسيسية اللي هو هذا الدستور دكتور محمد سعد كتاتني أعلنوا الدكتور محمد بلتاجي ومع دكتور محمد سعد كتاتي رئيس مجلس الشعب ودكتور محمد بلتاجي قيادي بجماعة الخلال المسلمين أعلنوا أن الانصحابات دي تمت بدون تقديم مذاكرات رسمية بمعنى أن كل الانصحاب ما أعدموش استقالات في هذا الأمر لذلك كونوا داخل برلمان لجنة سمية لجنة مراجعة المنصحبين لمحاولة يقنعهم بالعودة إلى موقعهم في اللجنة والعمل مع باقي الأعضاء لتأكوين دستور مصري الجديد فهو فعلا كلام مظبوط أن كل المجموعة اللي انسحبت لم تقدم أي أوراق رسمية اللي انسحبها وفي حالة أن هذا تم بشكل رسمي هيتم استبدالهم بالعضاء والمفروض في عضاء أحتياطي موجودين كل ما بينسحب أحد الأعضاء بيتم دخول أحد من الشخصيات الموجودة على قائمة أحتياطي في موقعه لكن أنا شايف برضو هم انسحبوا بشكل رسمي لكن قاموا بعمل مؤتمرات داخل نقاط الصحفيين وخيرا نقاط الصحفيين وأعلنوا بشكل عام على الملأ وعلى الرأي العام أنهم غير متواجدين باللجنة فأعتقد أن هذا برضو كلام رسمي طالما يقترب في الوسائل الإعلام وفي التلفزيون وقال أنا منش هشتغل مع اللجنة خلص المفروض يتم تسكين أشخاص آخرون غيرهم الخبر الثاني معنا من الأهرام البرلمان يبدأ إجراءات صح بالثقة من جنزوري ده يعني من الأخبار اللي شاخله شارع جدا هو الموضوع ده من بدري قوي والبرلمان قرر صح بالثقة من حكومة جنزوري لكن هنا فيه يعني أمر خطير جدا يعني مش عارف برلمان إزاي مش قادر يستوعبه المجلس العسكري قبل البرلمان كان أصدر إعلان وقال أنه لا يجوز للبرلمان المقبل سحب الثقة من الحكومة فالكلام واضح جدا والكلام مش محتاج تفسير البرلمان ده مقيد من قبل المجلس العسكري بالإعلان الذي تم أو أصدره المجلس العسكري قبل بداية العمل في البرلمان ما يدارش يسحب الثقة من الحكومة أنا ضد هذا الإعلان لكن خلاص دي الصورة النهائية لنا في العمل السياسي لإلحين إيجاد دستور جديد إلحين إيجاد تواجد رئيس الجمهورية يقوم على هذه الأمور فالأمر أعتقد أنه فيه أمور أهم من كده الإخوان والسلفيين أو البرلمان بشكل عام أمامه أمور أكثر من هذا عندهم دستور بيتم تأسيسه عندنا انتخابات رئيس الجمهورية عايزين نركز بها وكده كده حكومة الجنزولة أنا غير راضي عنها تماما أداءها سيئ جدا في منتهى السوق منذ تواجدت في الصورة لم نرى إلا مشاكل وأزمات وكوارث لكن خلاص إحنا أيام وليلة جدا إن شاء الله ربنا يصرح إن شاء الله ونتخب رئيس جمهورية ويجي إن شاء الله يغير حكومة دي إن شاء الله يجيب حكومة جديدة بإذن الله طبعا أعضاء البرلمان المفروض إنهم يكونوا أكتر الناس دراية مش بإيد البرلمان إنه هو يصحب البرلمان يعني ما كانش محتاج تصريحات في علام المجلس الأسكالي والكلام واضح جدا كل العالم يعرف هذا تماما إحنا لنا تحفظات على هذا لكن ده الواقع لازم نسلم بالأمر الواقع عشان ما يدخلش بس في مشاكل إحنا في غنى عنها البلد كل يوم في مشاكل سياسية دي بتامل مشاكل الاقتصادية ومشاكل اجتماعية وإحنا يعني عايزين يعني ننزل قدام عايزين نمشي خطوات مش عايزين نقوف مكانا ونرجع لورايا وبناءا عليه المصر اليوم صفحة الأولى الإخوان تبدأ خلع الجنزوري وتهدد بالشارع ووضح إنه يعني سياسيا مش باستطاعة البرلمان إنه يخلع الجنزوري وبالتالي هم عارفين عارفين وعارفين إنه عاقبة في طريق سحب الثقة ولذلك هم أثروا على هذا الأمر قالوا لو المجلس عسكري ما استجابش لهذا الموضوع سوف ننزل للشارع وهددوا مليونيات في الميدين أمر برضو أنا ضده تماما المليونيات لها قوة ولها أهمية مش عايزين يعني فقدت كتير من قوتها المليونيات بهذه الدعايات الغير مستحبة ترجع الشرعي للشارع مرة تانية الشرعي للشارعي مش إن الناس يعني الإخوان ينزلوا يسحبوا الثقة من الحكومة لا الشرعي للشارعي موجودة في تواود المصريين في أشياء أكبر من هذا بكثير منعطف خطر بين العسكري والإخوان لسه ما زالت العلاقة ما بين الإخوان والمجلس العسكري على صفيح ساخن من فترة كبيرة جدا كنا بنسمع أن فيه ود وفيه علاقة حميمة بين المجلس العسكري والإخوان انتهت هذه الفترة أو ما يطلق عليها الكثير أنها فترة شهر عسل قد انتهت ما بين المجلس العسكري وما بين الإخوان المسلمين فدخلوا في حرب بتصريحات منذ الأسبوع الماضي الإخوان طلعت بيان انتغت فيه أداء المجلس العسكري وانتغت فيه سياسة مجلس العسكري في التعامل مع الثورة تلاهن المجلس العسكري طلع بيان انتغت فيه الجماعة وهديتهم ويتكلم كلام خطير جدا فيما معناه انهم يتذكروا الماضي فيه إشارة إلى ما حدث في عام 54 عندما تم حظر عمل جماعة إخوان المسلمين الأمور تزادت حد تاتر تزادت بين الإخوان وبين المجلس العسكري على الصفحة الرسمية المجلس العسكري انتغت فيه الإخوان الإخوان ردوا عن طريق أحد قيادتهم أنه غير مقبول بالإضافة أن الإخوان قالت في صفحة الرسمية لها برضو أننا لا نتهدت فالأمور لسا ما زالت على صفحة ساخن الله أعلى ما تنتهي أنا أدعو الإخوان والمجلس العسكري إلى النظر إلى مستقبل مصر وإلى تموحات المصريين بعيدا عن هذه الأمور أنتم كنتوا حبايب خليوكم حبايب لحد بربنا يصر حال إن شاء الله ويبقى فيه رئيس الجمهورية إن شاء الله الشروع الصفحة الأولى زكريا عزمي لن أعود للسياسة ومركز المرموك والفخامة سبب اتهامي ظلما هو التصريح ده جاي بناء عن إيه يعني هل كان متوقع ولو الواحد في المية أن زكريا عزمي يعود لمنصبه لا ده كلام يعني ولا في الأحلام ولا في الوهم وهو بيقول أي كلام يعني الرجل يعني أعتقد أنه هو أعرف كويس جدا أنه إنسان كان من ضمن المخلوع المبارك كان من زبانية مبارك راجل أفسد مصر أفسد حياة سياسية فويقول له يعني أعيزه يعني وما أعتقدش أن أحد ممكن يفكر أن أحد هذه الأصابة يعود مرة أخرى للشارع قبل أن يقتص منه شعب مصر يعني فهذا الكلام هراء يعني ما يجيبش نحن ننظر لي السجن المشدد 8 سنوات لسريمان و 5 سنوات لسهر المبارك رضي فعل الشارع كان على الخبر دي والله الخبر دي مريح جدا لكثير من المصريين لأن محمد إبراهيم سليمان طبعا سبت بالأدلة أنه يعني أهضر أموال كثيرة على الدولة وقام بالاستيلة على أراضي وممتلكات هو وراسخ سهر الرئيس المخلوق فأنا شخصيا زي كتير جدا من المصريين سعيد بهذا الخبر لأن كل واحد أفسد كل واحد سرق كل واحد يستورى على قد الدولة لابد أن يأخذ جزائه يعني وإن ما كاش فيه جزائي بل دنيا يعني هيبه فيه تسيب فهذا الحكم حكم مريح وجميل ونتمنى أن تزلوا أحكام على باقي المتهميل حتى تهدأ قلوب مصريين يعني بسم الله المصري يوم الصفحة الثالثة الغنوشي أن انتصرنا للدولة الديمقراطية المسلمة بعد موضع الشريعة في الدستور ده معناه ايه؟ دي راشد جنوشي ده من قيادات الإخوان المسلمين في العالم وراجل من الناس اللي هم تاريخ في تونس وراجل كان النظام التونسي كان يعني مخرجوا برا تونس فترة طويلة جدا هو بيقول أن نحن انتصرنا الدولة الديمقراطية لأنهم سبتوا فصل الأول في الدستور التونسي بعد التعديل وفصل الأول يعني ما بيجيبش سيرة المرجعية الإسلامية ولا المرجعية الدينية وبيقول أن النظام السوري في معناه يعني النظام السوري نظام جمهوري يحترم كل الأديان فهو بيعتبر أن ده انتصار للديمقراطية وبعيدا عن تدخلات الدينية يعني مطلقا وده برضو شيء محترم جدا يحسب لتونس وتونس يعني بجد بتدي العالم دروس محترم جدا الطيارات اللي كسب في البرلمان طيار ديني والرئيس علماني والدستور بيكتب بشكل مدني فهذا يعني قمة التحضر وقمة تروقية نتمنى يعني ننظر إلى تونس وإحنا بنشتغل سياسة نشوف صورة تانية من تونس وانصر إن شاء الله بإذن الله هنلحق أتمنى إن شاء الله أنا شعب مصري مصر والدولة مدنية مصر على يعني مجموات سوابت ما أعتقدش في طيارات بعينها ولا قوة سياسية بعينها تقدر تغير هذا المصري يوم صفحة الثالثة آخر خبر معنا النهاردة قمة العربية تفتتح عملها وانفجاران يهزين بغداد يعني ده أنا أعتقد الانفجاران دولة مباركة للقمة العربية يعني هما بيرحبوا القمة كان مبرح افتتح الرئيس العراقي القمة العربية القمة العربية وعلى بعد يعني كما علمنا على بعد أمطار قرية جدا حصل الفجارين أدى إلى هلع داخل القمة ومنديب القمة آموا وخارجوا نسجرية ده يعني من مندوبنا هناك إلى أن الوضع استقرر فيما بعد يعني نتمنى القمة العربية تصل إلى يعني قرارات صحيبة تخدم الربيع العربي قبل كل شيء وتاخدر من أمة عربية يشعر الله بإذن الله أستاذ طارق صلاح الصحفي بمصر اليوم بشكرك جدا من شكل جدا من شكل جدا من شكل جدا من شكل جدا سبعة خير سبعة خير مشاهدين خليكم معنا في معنا بوبس عن مشروع إلغاء قانون الحلع من الموضوعات اللي شغلت الشارع بشكل كبير جدا في الفترة فاتت خلينا نشوف البوبس نرجع نبتدي معاك أول فكرة